السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم حبايب ياربو كلكم طيبين وبخير وأهلا بكم جميعا في قناتي أنا مروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضركم فيديو خاص بالصفة الخامس ابتدائي في مادة تكنولوجيا المعلومات هشرح معاكم من كتاب سلاحي التلميذ المادة بشكل بسيط جدا وهحل معاكم الأسئلة المهمة على الدرس هنبدأ مع بعض النهاردة بالدرس الأول قبل مبدأ الفيديو بتمنى لو بقدم لحضركم معلومة بسيطة كلكم تدعموا الفيديو بأكبر عدد من اللايقات والتعليقات وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعالوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هننزلها إن شاء الله طبقوا الفيديو للآخر واستفادوا من شرح المادة بشكل بسيط جدا الدرس الأول بعنوان المستكشف النشط والنهاردة هنشرح العالم ثريد هربت وأول معلومة بيقول لي إن هو عالم أصارد رقم واحد ومستكشف في منظمة ناشنال جيوغرافك دي رقم اثنين رقم تلاتة بيدرس ماضي الشعوب عن طريق التنقيب والملاحظة والكتابة عن الأجسام وعن المواقع الإسرية التلات جمل دول لازم يقول لكم علوم أسئلة في الامتحان أول حاجة إن فريد هربت ده عالم أصار ده معروفة رقم اثنين مستكشف في منظمة ناشنال جيوغرافك دي رقم اثنين رقم تلاتة بيدرس ماضي الشعوب من خلال التلات كلمات اللي أنا شد لكم تحتهم خطوط دول دول بيدرس ماضي الشعوب عن طريق التنقيب والملاحظة والكتابة عن الأجسام أو المواقع الأسرية كمان بيقول لي إن هو بيوجه طلابه وزملائه من جميع أنحاء العالم بعد كده بيتكلم لي بقى على استخدام التكنولوجيا وإزاي فريد هربت استخدم التكنولوجيا في عمله اليومي فبيقول لي على البرامج الرقمية اللي بيستخدمها علشان ينجز بها العمل اليومي بتاعه ما احنا قلنا إن ده عالم أثاره وبيشتغل أو كل شغله على دراسة ماضي الشعوب عن طريق التنقيب والملاحظة والكتابة طيب إيه هي البرامج الرقمية اللي بيستخدمها وخليكم ركزين أنا عندي سؤال اسمه البرامج الرقمية اللي بيستخدمها في عمله اليومي وعندي السؤال التاني اسمها المنصات الرقمية اللي بيستعملها علشان يتواصل مع تريق العمل بتاعه أول حاجة البرامج الرقمية اللي بيستخدمها في العمل اليوم بتاعه برنامج اسمه برنامج الورد برنامج الورد ده معناها معالج الكلمات وبيستخدم في كتابة التقارير الأربع جمل دول مهمين جدا لازم يجيلكوا في الامتحان برنامج معالج الكلمات الورد في كتابة التقارير رقم اثنين الجداول الحسابية الإكسل في إعداد الرسومات البيانية والتعبير عنها رقم ثلاثة برنامج اسمه العروض التقديمية الباور بوينت لعرض نتائج أبحاثه خلي بالكم برنامج الباور بوينت ده اسمه لعرض نتائج أبحاثه لأنه كان بيحرص دايما أن تكون الشرائح بتاعته سهلة الكراءة وتكون واضحة المعلومات وكمان بيقول لي أنه كان بيستخدم البريد الإلكتروني للتواصل بشكل رسمي وده لازم يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك بيكون فريد هيربت باستخدام نقط للتواصل بشكل رسمي تبقوا أنتوا عارفين اللي هو البريد الإلكتروني تاني في عندي حاجة اسمها البرامج أو التطبيقات الرقمية اللي بيستخدمها فريد هيربت في عمله اليومي أول حاجة برنامج معالج الكلمات الورد وبيستخدمه في كتابة التقارير ده أول حاجة معالج الكلمات الورد في كتابة التقارير معالج الكلمات الورد في كتابة التقارير ده أول حاجة رقم 2 الجداول الحسابية برنامج اسمه الإكسل وده برنامج الجداول الحسابية وبيستخدمه في إعداد الرسومات البيانية والتعبير عنها أول ما تسمعوا كلمة إعداد الرسومات البيانية والتعبير عنها تعرفوا أنه هو برنامج الإكسل أو أول ما تسمعوا كلمة الجداول الحسابية تعرفوا أنه هو برنامج الإكسل برنامج الإكسل بيستخدمه في إعداد الرسومات البيانية والتعبير عنها إعداد الرسومات البيانية والتعبير عنها تعالوا على رقم ثلاثة العروض التقنمية اللي هو برنامج الباور بوين وبيستخدمه لعرض نتائج أبحاثه وكمان بيقولي برنامج أول ما يقولك بيستخدم برنامج إيه لعرض نتائج أبحاثه تبقى أنت عارف أنه هو برنامج العروض التقنمية الباور بوين وكان بيحرص دايما أن الشرائح بتاعته تكون سهلة القراءة وتكون واضحة المعلومات تعالوا بعد كده بيقولي كان بيستخدم إيه للتواصل بشكل رسمي هقوله البريد الإلكتروني تعالوا بقى ناخد شوية أسئلة مهمة في الجزئية دي يقولك أول حاجة فريد هيرب ده عالم إيه؟ عالم أصغار مستكشف في المنظمة إيه؟ في الناشونال جيوغرافيك كيدز بيدرس إيه؟ بيدرس ناضي الشعوب عن طريق إيه؟ عن طريق التنقيب والملاحظة والكتابة عن الأجسام والمواقع الأسرية طب إيه هي البرامج الرقمية أو التطبيقات الرقمية اللي بيعتمد عليها في عمله اليومي بيستخدم معالج الكلمات الورد في كتابة التقارير الجداول الحسابية الإكسل في إعداد الرسومات البيانية والتعبير عنها بيستخدم العروض التقديمية الباور بوينت العرض نتائج أبحاثه وكان بيحرص على أن تكون الشرائح سهلة الكراءة وكمان بتوضح المعلومات وبيستخدم للتواصل بشكل رسمي البريد الإلكتروني كمان بيقول لي بيستخدم الرسائل الورقية أيضا وأحيانا كان بيسلم المستندات شخصيا كمان بيقول لي فيه عنده حاجة كده اسمها التدريب أو التعليم والتدريب وبيقول لي في التعليم والتدريب ده أن التعليم والتدريب ده بيقدم المعرفة والتمرين من الأشخاص زوي الخبرة للآخرين في موضوع المياه خلي بالكم في جزئية ده هي بيكلم لي أن فريد هيربيت كان بيعتمد على تعليم والتدريب الناس الموجودين حواليه علشان الناس دي تنقل الخبرة بتاعتهم للا هيشتغلوا في مجال العلم الأثار ده بعد كده تاني بيقول لي التعليم والتدريب التعليم والتدريب هو تقديم المعرفة والتمرين من الأشخاص زوي الخبرة للآخرين في موضوع ما الأشخاص زوي الخبرة في موضوع ما وكمان بيقول لي أن بتعتبر طريقة رائعة لنقل المعرفة والمهارات وبتساعد الآخرين في التعامل مع المشكلات والتقدم بشكل أسرع تعالوا بقى بعد كده بيكلم لي على طرق التواصل لتبادل المعلومات طب ازاي فريد هيربيت ده كان بيتواصل مع فريق بتاعه ومع تلاميذه قال لي أول حاجة عن طريق حاجتين المقابلات الرسمية والحاجات التانية الاجتماعات الافتراضية المقابلات المباشرة دي طبعا كانت بتتم عن طريق أنه يتواصل مع الناس وجها لوجه وبيقول لي أن فريد هيربيت كان بيحبها جدا بس كان بيصعب القيام بها أحيانا لوجود أشخاص في بلاد مختلفة يعني الفريق العمل بتاعه أو الطلاب بتاعته موجودين في جميع أنحاء العالم فهيقابلهم مقابلات مباشرة ازاي؟ فطبعا يبقى إحنا دلوقتي عندي الأول اثنين من طرق التواصل أو تبادل المعلومات المقابلات المباشرة والاجتماعات الافتراضية لما يجي يقول لك من طرق تبادل المعلومات إيه؟ إيه؟ أنت عارف المقابلات المباشرة والاجتماعات الافتراضية المقابلات المباشرة عن طريق أنه كان بيتواصل مع الناس وجها لوجها وده كان بيقولك انه كان بيصعب القيامب علشان للوجود الناس او لوجود الاشخاص في بلدان مختلفة الاجتماعات الافتراضية بقى خلي بالكم الاجتماعات الافتراضية زي ما انتم شايفين في الصورة كده اسمها مؤتمر فيديو انه هو يجتمع بمجموعة من الاشخاص او مجموعة من الطلبة بتوعه في مقابلة افتراضية يعني اجتماع عن طريق شبكة الانترنت وبيقول لي ان دي طريقة فعالة جدا لتعليم الاخرين وتدربهم زي ما انت حضرتك بتدخل كده على برنامج الزوم علشان تاخد حصة وتتعلم عليه وبيقولي ان دي كان الاجتماع الافتراضي ده كان بيمكنهم انهم يشوفوا بعض ويشاركوا المعلومات بتاعتهم وكمان مشاركة المستندات وبيستقبلوها زي ما انت المدرس بتاعك يبعت لك ورق وانت تبعت له ورق وبعد كده بيقولي ان الاجتماعات دي كانت بتعقد بوسطة منصات اسمها منصة الزوم ومنصة الواتساب يجي لك السؤال يقولك بتعقد الاجتماعات الافتراضية من خلال منصات الزوم والواتساب ولكن بيقولي كمان كان بيوجد صلوبة في تنظيم مواعيد الاجتماعات الافتراضية في وقت يناسب الجميع بسبب اختلاف فرق التوقيت من الدول خلي بالكم من الجملة دي مهمة جدا والجملة تانية بتعقد الاجتماعات الافتراضية او كان العالم فريد هيربيت بيعقد الاجتماعات الافتراضية من خلال منصات الزوم والواتساب السؤال ده مهم جدا اوعدت لخبة بينه وبين السؤال التاني لما يجي يقولك ايه هي البرامج الرقمية اللي بيستخدمها في عمله اليومي تبقى عارف الورد الجداول الحسابية الاكسل العروض التقديمية الباوربوينت الايميل او البريد الالكتروني لكن لما يقولك الاجتماعات الافتراضية كانت بتعقد عن طريق ايه بانت عارف ان هو الزوم والواتساب وكمان بيقولي انه بيوجد صعوبة في تنظيم الجملة دي مهمة جيلك في الصحة والغلط كان بيجب صعوبة في تنظيم مواعيد الاجتماعات الافتراضية في وقت بيناسب الجميع بسبب اختلاف فرق التوقيت بين الدول كمان بيقولي كمان بيقولي خلي بالك ان يجب ارسال ملاحظات كان بيجب ارسال ملاحظات رسمية موصوقة في رسالة بريد الالكتروني او بيرسلها كمستند وورد بعد الاجتماع ما بيخلص بعد الاجتماعات الافتراضية او مكالمات الهاتفية دي ما بتخلص لضمان حصول كل المشاركين على المعلومات نفسها وعلى نسخة من المعلومات للاحتفاظ بها كمان بيقولي مشاركة المعلومات ده امر اساسي في حياتنا اليومية لو جات لك في سؤال الصحة والغلط طبعا اجابة صحيحة كمان بيقولي ان التكنولوجيا ساعدت على تيسير عملية المشاركة الاجابة صحيحة كمان بيقولي ان بتحرص وزارة التربية والتعليم على حصول التلميذ على تسجيلات الدروس عبر قنوات عملية لي بقى وزارة التربية والتعليم خاصية جديدة اسمها عبر قنوات البس الفضائي علشان التلميذ يحصلوا على تسجيلات او علشان تكون الشروح موجودة قدامهم في اي وقت وهي وفرت لهم طبعا قناة مدرستنا على اليوتيوب وكمان بيقولي ان قناة مدرستنا دي بيجد التلميذ عليها مقاطع فيديو لكل مادة من المواد الدراسية اللي بتدينهم فرصة اخرى للتلميذ اللي فاتهم احد الدروس او من يحتاج الى مزيد من الشرح او مراجعة سريعة للدرس وكمان بتعطي فرصة للتلميذ لمشاهدة الدروس وقت ما يحتاجه ده كان شرح الدرس الدرس التعالي متخصف تلك كلمات اول حاجة فريد هيربت ده علم اثار ومستكشف في منظمة ناشونال جيورافيك بيدرس ناضي الشعوب عن طريق التنقيب والملاحظة والكتابة عن الاكسام والمواقع الاسرية البرامج التطبيقية اللي بيعتمد عليها في عمله اليومي معالج الكلمات الورد في كتابة التقارير الجداول الحاسبية الاكسل في اعداد الرسومات البيانية والتعبير عنها العروض التقديمية الباوربوينت العرض نتائج ابحاثه وكمان البريد الالكتروني علشان يتواصل بشكل رسمي كمان كان بيستخدم قصة التدريب والتعليم والتدريب علشان يقدم المعارفة والتمارين من الاشخاص زي والخبرة للاخرين في موضوع معين بعد كده بيقولي طرق التواصل متبادلة عشان يبدو المعلومات مع فريق العمل بتاعه كان بيحب المقابلات المباشرة بس طبعا كان بيصعب عليه القيام بها بسبب وجود الاشخاص في بلدان مختلفة الحاجة التانية الاجتماعات الافتراضية اللي هي بيكون عبر برنامج الزوم او برنامج الواتساب وركزوا فيها يجي يقولك السؤال كان بيعقد فريد هيربت الاجتماعات الافتراضية بتاعته من خلال منصات الزوم والواتساب ولكن كان بيوجد صعوبة في تنظيم مواعيد الاجتماعات الافتراضية في وقته بيناسب الجميع بسبب اختلاف روء التوقيت بين الدول وتعالوا المعلومات التانية ان وزارة التربية والتعليم المصرية وفرق قناة مدرستنا عبر منصة اليوتيوب علشان تتيح للتعليم للتلاميذ في اي وقت وخاصة التلاميذ اللي ممكن تفوتهم اي دروس او مراجعة سريعة للدرس وبتدنهم فرصة لمشاهدة الدروس وقت ما يشاءوا ده كان شرح الدرس بمنطقة البساطة ما فيش في اي حاجة تعالوا نحل مع بعض الاسئلة اللي جاية في كتاب سلاح التلميذ على الدرس وبيقول لأول حاجة يستخدم برنامج الجداول ضع علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الغير صحيحة يستخدم برنامج الجداول الحسابية في اعداد الرسوم البيانية طبعا الاجابة صحيحة تعالوا على السؤال التاني يستخدم برنامج الزوم لعقد اجتماعات افتراضية طبعا الاجابة صحيحة تعالوا على السؤال التالت تنظيم مواعيد الاجتماعات الافتراضية امر سهل بسبب فرق التوقيت بين البلدان المختلفة طبعا الإجابة خطأة احنا قلنا إن ده أمر صعب بعد كده توفر وزارة التربية والتعليم قناة مدرستنا لتسهل عملية التعليم خارج المدرسة أيضا الإجابة صحيحة طبعا يمكن استخدام برنامج الورد لتصميم العروض التقنيمية الإجابة خطأة أول ما تسمع كلمة العروض التقنيمية ده يبقى الباور بوينت التعليم والتدريب هو تقديم المعرفة من أحد الأشخاص الهوال الآخرين طبعا الإجابة خطأة ده اسمها مش الأشخاص الهوالة الأشخاص ذو الخبرة خلي بالكم ركزوا من السؤال ده يستخدم برنامج السكايبي لكتابة التقارير طبعا الإجابة خطأة لكتابة التقارير هو برنامج الورد معالج الكلمات بعد كده اختر الإجابة الصحيحة من الإجابات من الاختيارات التالية يمكن عقد الاجتماعات الافتراضية من خلال مناصة الزون طبعا أو الواتساب بعد كده التعليم والتدريب هو تقديم المعرفة من أحد الأشخاص ذو الخبرة للآخرين التعليم والتدريب هو تقديم المعرفة من أحد الأشخاص ذو الخبرة للآخرين يمكنك متابعة مقاطع الفيديو بقناة مدرستنا عبر موقع اليوتيوب طبعا بيشرح لشرح كل مادة من المواد الدراسية كمان بيقول لي بتوفر طريقة فعالة لتعليم الأخرين وتدريبهم عن بعد طبعا اسمها الاجتماعات الافتراضية اللي انت بتاخدها من خلال برنامج الزوم إحدى الألعاب التي يستخدمها العلماء لعرض أفكارهم برنامج طبعا العروض التقديمية بيقولك إحدى الأدوات اللي بيستخدمها العلماء لعرض أفكارهم عشان يعرض أفكارهم أو علشان يعرض شرحة أو علشان يقدموا بطريقة سهلة الكراءة يبقى اسمها العروض التقديمية بعد كده بيقول لي أكمل الجمل الآتية مما بين القوسين يمكنك استخدام نقط للتواصل مع المؤسسات بشكل رسمي طبعا التواصل مع المؤسسات بشكل رسمي بقى البليد الإلكتروني على طول أول ما تسمع كلمة التواصل بشكل رسمي بقى البليد الإلكتروني بتهدف عملية نقط لنقل وتبادل المعرفة من أحد الأشخاص ذو الخبرة للآخرين طبعا دي اسمها عملية التدريب التدريب دي بتهدف لنقل وتبادل المعرفة من أحد الأشخاص ذو الخبرة للآخرين رقم ثلاثة بيستخدم برنامج الواتساب لعقد اجتماعات افتراضية برنامج الواتساب ده بيستخدم لعقد اجتماعات افتراضية رقم أربعة بيعد أحد المعاوقات التي قد تتعرض لها عند إجراء اجتماعات افتراضية مع زملائك في بلدان أخرى طبعا وهي فرق التوئيد بين الدول فرق التوئيد ده أحد الأسباب أو أحد المعاوقات اللي أنت ممكن تتعرض لها لما يجوا يعملوا اجتماع افتراضي مع زملائك في بلدان أخرى ده كان شرح الدرس وده حل تدريبات كتاب سلاح التلمز عليه ياربكم بقدم لكم معلومة مفيدة دعواتي لكم حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معكم مصمر وزهرة